خلينا نشوف طاقتك يا برج التور كيف عامل آه بالنسبة للطاقة عندك قوة كبيرة جدا هاي الفترة طاقة يعني طاقة داخلك عم بتكون عندك طاقة كبيرة لحتى تعمل كتير اشياء عم بشوفك بتأسس مشروع بتأسس اكتر شي روحاني ممكن يكون الو علاقة بالروحانيات او غير هذا الموضوع او عم تبني بيت او عم تبني مشروع المهم في عندك طاقة كبيرة حابب بتفرغها اكتر اشي في العمل او في على الصعيد العملي عم بشوف فهاي طاقتك هذا آآ الشهر نشوف قراءة عامة طبعا ما حتكون آآ يعني آآ عاطفية او عملية او كذا بشكل عام اللي ببين قدامنا بنحكيه ان شاء الله الورق يكون ايجابي برج التور حبيبي هادي آآ الفترة حلو كتير آآ كنت عم تختار بين شغلتين كنت محتار بين شغلتين كان في عندك صراع داخلي آآ ما بيني يمكن العقل والقلب آآ هاي الفترة الفترة اللي عم نحكي عنها آآ رح يكون توازن اكتر رح انه تقدر تختار آآ بشكل عم يصفى آآ مخك اكتر مع انه عندك كان حزن آآ او رح يكون اول بس اول فترة يمكن اول اسبوع اول آآ خمس ايام رح يكون في عندك اللي هو خضلان من شخص آآ عم بتكون مستاء من آآ وضع معين من آآ ركود معين انت بتعاني منه عم بتحس حالك آآ ما عم تتحرك آآ ما تربط هذا ممكن يكون كمان طاقات سلبية ممكن تكون آآ معرض لطاقة سلبية آآ سحر أو عين أو حسد لاني عم بشوفك هون عم تستشفي آآ من بعد آآ مرض مش مرض ممكن يكون روحي يعني او ممكن يكون عضوي آآ اتجى نتيجة آآ التفكير والآآ خلينا نقول اكتئاب أو حزن أو صدمة من شخص فعم بشوفك لأ كتير عم بتكون آآ قوي هاي الفترة وعم تستشفي على خير عم بتكون آآ يعني آآ الورق عم بيكون فيه تطور من ناحية آآ طاقتك وقوتك وحزك هاي الفترة آآ آآ اذا عم تنهي موضوع معين وليكن آآ طاقة ثلاثية عم تنتهي عندك ممكن تكون اذا طرف ثالث عم ينتهي في حياتك وتصفي انت والشريك آآ لحالكم آآ شايفي عانيت آآ في فترة ممكن تكون ماضية من قلة الفلوس أو المادة أو كنت على الأد شوي ولكن هاي الفترة عم تنقلب الآية عم لأ بيصير في آآ بالعكس آآ توازن كبير عم بيصير فيه مادة عم بيصير فيه عاطفة أكتر آآ عندك كنت تدور على العاطفة أو الزواج كزواج آآ هذا الشهر ما بشوفه انه شهر زواج بالنسبة لبرج التور ولكن بشوف آآ شهر علاقات بشوف شهر عروض آآ خاصة للناس اللي ما عندهم آآ حدا في حياتهم آآ ممكن يكون شخص آآ مائي جديد آآ في حياتهم آآ ممكن مش بس مائي يعني أي طاقة من اللي حأذكرها من الموجودين طبعا الطاقات عندنا اللي موجودة أكترها ترابية مائية هوائية آآ هذا أكتر اشي عم بشوف كمان سرطان في كمان آآ اللي هو للناس كمان اللي منفصلين خلينا نقول أو بعانوا من آآ برود آآ عاطفي مع الشريك آآ عم يرجع الشريك وبإيده متل تنازلات ممكن تكون يعني على الصعيد المعنوي المجازي المعنى المجازي لهذا الموضوع ممكن يكون آآ تنازلات آآ شخص هو نوعا ما متكبر القراءة العاطفية حبايبي ممكن تكون عكسية آآ هذا الشخص شوي عنيد شوي عنده يمكن أدكشن معين آآ أو أنت حتى عم بيرجع لك بروح تانية عم بيرجع لك بكأس آآ حب جديد آآ عم بيكون أنت عم بتكون آآ منفعل كتير هاي الفترة تجاه هاد الشخص يمكن عملت آكشنز يمكن آآ ولكن هذا التسرع مش منيح أبدا مش حلو أبدا أبدا في هاي العلاقة آآ عم بشوف أنه آآ شوي شوي عم بتتوضح الأمور وعم بتروء بناتكم عم بيصير في آآ تجديد للعلاقة أو آآ يعني متل تزبيط أمور متل توضيح أمور آآ شايفي أنه الشريك عم بيراقبك في بشدة يعني عم بيحاول أنه آآ تكون أنت بين إيدي ترجع بين إيدي زي ما كنت مبين أنه كمان الشريك ممكن تكون عنده آآ طاقة سلبية زي ما قلنا سحر حسد عين كزا آآ فإنت وياه ممكن تكون عندكم هاي الشغلة لأنه كتير تكررت بالآآ بالورق آآ على الصعيد العملي نفس الشي آآ كنت محتار بين إنك تفتح مشروع أو ما تفتحه بين إنك تروح شغله جديد أو ما تروحه فعم بشوف هاي الطاقة تنتهي وعم بشوفك يعني عم بتروح على شغل جديد أو في آآ جديد آآ ترقية في العمل ممكن تكون آآ أكتر إشي في عندك آآ بعد فترة خلينا نقول ممكن تكون شهرين أو ثلاثة آآ زواج فعلا رسمي من لكن بشوفه عن حب يعني ما بشوفه زواج تقليدي أو كزا بشوفه عن حب مبني بشوف في أولاد بناتكم أنت والشخص اللي على خلاف معه أو حتى لو كنت معه يعني متبطين أو منفصلين آآ الطاقات قلناها أكتريتها خلينا نشوف ورق ثاني إذا من العمل في أشخاص عم بشوفهم بالورق عم بتربصوا كتير وخاصة منطقات هوائية ممكن تكون أو مائية ممكن يكونوا ميزان أو جوزاء كمان هذول الأشخاص بدك تكون كتير حذر من عندهم بدك ما تطلع إسرارك بدك تحاول أنك تفصل حالك عنهم حتى لو كنتوا بنفس المكتب حاول أنك تروح على المكتب تاني أو تقضي أوقات أكتر بعيدا عن هذول الأشخاص لأنهم ممكن يكونوا سامين في حياتك ممكن هذول الأشخاص مش بالعمل ممكن يكونوا في على الصعيد الاجتماعي أقارب أصدقاء فعم بشوف إذا كانوا من هذول الأبراج أو من هذول الطاقات عم بيكونوا شوي سامين بالنسبة لكم هاي الفترة فحاولوا تبعدوا عن هذول الناس يعني حتى ما تتحاولوا لا تنتقموا ولا تعتبروهم ند بند بس موضوع أنك تهمشهم وما تحكي أسرارك أبدا لأنه العين عليك كتير مش بس بالعمل على أكتر من صعيد عم بشوف كتير العين عليك يا تور يا حبيبي فخلي أمورك يعني زي ما يقولوا بينك وبين حالك خلص ما تقول لحدا شيء خاصة فيه للأصدقاء للأشخاص اللي موجودين معاك في العمل زملاء العمل تكون متكتم كتير في المواضيع شايف فيه أطراف فيه طرف ثلاثي ممكن يكون فيه العلاقة العاطفية هذا ورق عاطفي طبعا فيه كمان ممكن تتبين أشياء تانية مبين فيه سفر أو فيه بعد فيه طاقة بعد عم بتحاول إما أنه سفر فعلا رح يكون في هاي الفترة سفر أكتر إيش بشوفه على عمل أو هجرة أو أنه بعد عن الطرف الثاني عم بتكون في أول الفترة أول الفترة قلنا فيه شوية مشاكل فيه شوية صراعات حتى لو كانت بينك وبين حالك حول العلاقة العاطفية فيه عندنا اللي هو طرف ثالث أو هذا الكرت ممكن يعني كمان طاقات سلبية ما بعرف ليش طلع لك يا برج التور أشياء كتير يعني الكروت فيها طاقات سلبية إن شاء الله تتخلص منها على خير ونبين فيه استشفاء آآ من هذا الموضوع فنتفاقل شوي في عندك شخص كان موجود قريب خلينا نقول آآ عنيد شوي مودي آآ سبب لك شوية أزى نفسي آآ شوي كنت آآ زعلان منه هذا الشخص عم يرجع شوي شوي كيتسلل لحياتك عم بيرائبك وشوي شوي عم بدخل آآ بيرجع يدخل آآ لحياتك لأنه شايفة آآ طاقة العند 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 أو العناد عم تنتهي بناتكم آآ شايفة طاقة الزعل أو الحزن عم تنتهي برضو فعشان هيك يعني منيح اللي طلعوا مقلوبين هدول الكروت وشايفة في بالنسبة للطرف الثالث في مشكلة كبيرة اجو لأنه فوق بعض آآ في مشكلة كبيرة جدا رح يسير بين الطرف الثالث والشريك آآ لذلك كن متطمن انه في نهاية اللي قولنا عنها قبل شوي نهاية لطرف آآ الثالث في آآ العلاقة عم بتكون كتير محتار انك تعطي فرصة لهذا الشخص او ما تعطيه آآ كل شوي عم بقول ممكن القراءة تكون عكسية حبايبي لأنه قراءة عاطفية وقراءة عامة عم بتحاول تختار شي من الاتنين ممكن يكون انه آآ توافق على الصلح او ما توافق ولكن شايفيتكم انا بالنهاية آآ عم بتكونوا مع بعض عم بتكونوا مبسوطين بهاي العلاقة اذا في هاي الفترة ممكن كتير انه تروق الامور بينك وبين الشريك وشايفة فيه شخص اه جديد ممكن يكون آآ من ابراج نارية او هوائية او مائية آآ رح يدخل في حياة العزاب عم بشوف الموضوع بتم على خير عم تبلش علاقة علاقة جدية عم تبلش علاقة يعني علاقة حلوة علاقة حب طلع لك كرتين آآ كروت العقل الباصن آآ زي ما قلنا لعيون حسد حسد كبير في عندك يا برج التور فبدك تدير بالك نفس الموضوع طلع لك انه اللي قبل شوي انه رح تكون جدا محتار بين نارين بين قرارين ولكن رح تاخد القرار على على قير يعني رح تاخد القرار المناسب ما رح يكون في جمود هاي الفترة انك ما رح تاخد قرارات بالعكس رح تاخد هذا القرار وراح يكون لصالحك بس اللي عم بيشوف اكتر اشي انه في حسد خاصة خلينا نقول على العلاقة العاطفية في عيون كتير عليكم في بعض الشوائب بعض الاشخاص اللي عم بيوقفوا ممكن يكون الطرف الثالث اللي قلنا عليه ممكن يكونوا اكتر من طرف خلينا نشوف اذا فيه تحذيرات غير اللي قلناها لبرج التور هذا مش ورق تحذير هذا بشرة فيه زواج فيه خطبة فيه ارتباط فيه رجوع فيه فيه علاقة عاطفية عم تتبلور وعم تتطور فيعني بس شوف لون الخاتم ازق يعني بقولك احترس شوي من العين فشايفي خاتم خطوبة ان شاء الله على خير يا رب للي حابين وشايفيته اكتر اشي للعزاب للعزاب لانه قلنا فيه شخص جديد داخل حياتهم فممكن يكون هذا الموضوع شوف يا برج الدار حبيبي بالعمل رح يكون فيه شخص على سلطة معينة رح يوصلوا كلام عنك من ناس ما بيحبو لك الخير من اشخاص ما بيحبو لك الخير ولكن هذا الشخص رح يوقف معك او انه يعني هو مش متأثر بهذا الحكي ابدا عم بشوف علاقتك فيه عم تتطور فبس زي ما قلتلك قبل شوي احترس من هدول الاشخاص لانه شايفي انه هذا الشخص رح بالعكس يساعدك ما رح يسمعهم ولا شي ولكن مطلوب منك انك يعني تحترس من هدول الاشخاص عندك مخاوف كتير حبيبي برج الدار عندك مخاوف كتير بلا معنى يعني ما الها ابدا اي داعي فبقولك بعد فترة رح تصير تضحك على مخاوفك لانه مخاوفك هي شغلة صغيرة كتير كتير ما بينخاف منها وانت شي كبير يعني هذا اللي نبين بالصورة او بالنصيحة فبقولك ما في داعي ابدا للخوف او للهواجز اللي انت عم بتفكر فيها بهاي الفترة وفعلا برج الدور عم بتكون عنده طاقة مش خوف يعني تخوف او زيادة حساب حسابات ويعني مخاوف هواجز فبقولك لا ما في داعي لهذا الموضوع ابدا حبالي